أبو رضا أمير الحزب الإسلامي التركستاني قتل ولم يرى راية التركستاني ترفع في ساحة مدينة جسر الشغور بعد أن لعب دورا أساسيا في غزوها المدينة السورية صارت بعد الغزو أقرب إلى الصين منها إلى دماشق وبعد توطين مئات العائلات التركستانية الصينية في ريفها ولسيما في قرية الزنبقي هذا يؤكد استمرار التسرب الأرهابيين عبر الحدود واستمرار الدور التركي في تمرير الأرهابيين وعائلاتهم يؤكد أن هناك استهداف للبنى الديموغرافية وتحول للعدوان إلى عدوان يندرج في إطار الاحتلال الاستيطاني من قرية الزنبقي السورية لن تظهر سوى الغابات التي تحيط بها وبرج المراقب الحدودي التركي يشهد من التلال تحول القرية السورية إلى مستوطنة لمئات العائلات التركستانية الإيجور الهاربة من الصين كما تقول مصادر المعارضة للميادين توطين التركستان الصينيين وتهجير السوريين من قرههم لا يقتصر على النصر والمخابرات التركية داعش أيضا قبل عامين قام بنقل الآلاف منهم مع عائلاتهم من تركيا إلى قرية الأبيض في الرقة ومحيط حقول النفط في دير الزور وجند منهم ألف مقاتل عبدالله التركستاني يهم بقتل جاسوسين روسيين الإرهابي الصغير ليس وحده من تعلم القتل فما عبدالله العشرات من أطفال تركستان الصينية في مدارس أبو بكر البغدادي السورية أبناء المستوطنين الجهاديين التركستان بالمئات في معسكرات التدريب على القتال عشرون ألف تركستاني في اسطنبول تؤثرهم المخابرات التركية برعاية جبهة النصر لاستخدامها في سوريا بعد أفغانستان جسر الشغور التي يقاتل فيها التركستان الجيش السوري دفاعا عن مستوطنة لعائلاتهم أيضا ويعد فيها الحزب الإسلامي التركستاني جيشا يقاتل في سوريا أولا ويعود إلى تركستان الصينية يوما ما إذا ما نجى من المحرقة التي تديرها تركيا ترجمة نانسي قنقر